اغرب المعلومات الحقيقية عن الحيوانات اولا عندما ينام الذلفين فان نصف مخه يستغرق في النوم بينما يظل النصف الاخر مستيقظا كما ان احدى عينه تغلق بينما تظل الاخرى مفتوحة ثانيا لا يستطيع طائر الفلامينغو ان يأكل الا اذا كان رأسه مقلوبا ثالثا يوجد ذباب في جميع انحاء العالم باستثناء منطقتين القطبين الشمالي والجنوبي رابعا تستطيع النملة ان تغطس تحت الماء لمدة اسبوعين متواصلين من دون ان تفارق الحياة خامسا اثبتت التجارب ان الدجاج يضع ضيضا اكبر حجما عندما يستمع الى الموسيقى سادسا اثقل سلحفات تم عثور عليها حتى الان بلغ وزنها نحو تسعمائة وخمسين كيلو جراما سابعا اذا سنح لذكر وانثى ذباب بالتكاثر لمدة سنة كاملة دون ان يموت اي شيء من نسلهما ثامنا فان حجم الذباب الناتج عن ذلك سيوازي حجم كرة الارضية ثامنا ثم وافع الكبرى قوي للغاية الى درجة ان من يلمسه لبعض الوقت يصاب بنومة اغماء حادة تاسعا عندما تخرج الغوريلا لسانها من فمها فمعنى ذلك انها غاضبة للغاية عشرا الفيل هو الحيوان الوحيد الذي لديه اربعة ركب احد عشر جميع الثعابين تتمتع بحصانة طبيعية ضد السموم التي تفرزها ولذلك فانه عندما يتصارع ثعبانان من النوع نفسه فانهما لا يتأثران باللدغات التي يوجهانها الى بعضهم البعض اثنى عشر تستطيع النعامة ان تركض بسرعة تصل الى تمانين كيلو مترا في الساعة ثلاثة عشر تستعمل الطيور البطريق التثاؤب كجزء من طقوس الغزل في فصل التزاوج أربعة عشر يستطيع الحصان ان ينام حتى وهو واقف على ارجله خمسة عشر يبلغ عدد الاغنام الموجودة في نيوزيلندا نحو سبعين مليونا في حين ان عدد السكان لا يتجاوز اربعة ملايين ستة عشر اثبتت البحوث العلمية ان سم اناث الافاعي اقوى واكثر فتكا من سم ذكورها سبعة عشر كمية الحليب التي يرضعها الحوت الازرق حديث الولادة يوميا تبلغ نحو خمسمائة لتر ولدى ولادته يبلغ وزنه خمسون طن وعندما يبلغ يصل وزنه الى مئة وخمسين طن ثمانية عشر الهند هي الدولة الوحيدة التي لديها قانون لحماية حقوق البقر تسعة عشر عندما تولد الزرافة يكون طولها نحو مترين عشرين يستطيع الشمبانزي ان يتعرف على نفسه في المرآة اما القرود العادية فلا تستطيع ذلك وفي النهاية لا تبخل علينا باجاب لتقييمنا او تعليق صغير لدعمنا ولا تنسوا الاشتراك في القناة لتصلكم باقي حلقاتنا الى اللقاء اشتركوا في القناة